السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله نعم ايه يا شيف من معي؟ حمزة حمزة ازاك يا حمزة الحمد لله يا حمزة صديقي البرنامج عشر السنوات ألم بيك يا حمزة نعم تفضل بسؤالك يا حمزة الحمد لله لو سمحت هنا كنت بسأل عنك هل مثلا بلعب لعبة في تبسون هل الظرف تكون حرم؟ بتلعب لعبة لعبة أطفال يعني اللي هو الظرف مثلا زي هل مثلا تقصد يعني زي الضمنة أو خلافه؟ هو اسم اللعبة اسمها ايه اللعبة حمزة؟ لا علي صوتك شوية الليدو الليدو اه اللي هو الظهر اسمها الليدو بيرمي الظهر حضرتك وبناء على الرقم اللي بيزهر له بيبدأ يحرك يعني شيء يشبه المعدن طبعا الظهر بما يعرف لدينا الآن وكان قديما اعتقد يطلق عليه النرد هل هو حرام يعني وخاصة بالنسبة للأطفال يعني تمام هذه الألعاب ينظر في تفاصيل كل لعبة يعني الترفيه عموما مباح الترفيه مباح مباح بالحلال والألعاب صورة من صور الترفيه الحلال لكن بشرط ان هي ما تاكلش الوقت مننا وما نضيعش الصلاة ونحافظ على وقتنا فيها وتبقى يعني بوقت محدد وكمان من الضوابط المهمة في الألعاب ان هي ما تكونش مبنية على معاملات مالية مشبوهة زي الميسر أو العباء نعم فمثلا لو حنلعب على فلوس يبقى حرام يعني قبل كده ابننا حمزة ربنا يبادك فيه سأل عن لعبة لو بيبدل الأوراق فيها مع الزمي بيكسب عدل زيادة من الأوراق فقولنا ده حرام نعم الألعاب اللي فيها ممكن نقسم الألعاب إلى قسمين قسم فيه زكاء وحنكة ويحتاج أنك تعمل خطة زي مثلا الشطرانك ودي لعبة مهارية عقلية وفيه ألعاب أخرى مهارية رياضية بدنية زي الكرة كرة القدم زي البينج بونج زي معرفة صعب رياضية بصفة عمل بدنية وكل دي جائزة طبعا إذا التزمنا فيها بالضوابط اللي قلناها من شوية فيه ألعاب أخرى قائمة على الحظ يعني أنت الحظك زي الضمنة زي الكوتشينة زي النارد اللي هي الزهر يعني هي جزء حظ وجزء فيها تفكير يعني وترتيب الأمور طيب فإذا الأصل فيها أنت بتبني بتبني الخطة بتاعتك على رمي الزهر على الرقم اللي بيجي لك من الزهر نعم كان زمان عندها لعبة وكننا بلعبها زمان كان اسمها السلم والتعبان نزلت موجودة كنت تجي لك رقم يطلعك فوق ورقم ينزلك تحت نعم لكت أيامنا بقى يجي لعب تاعتك لا كنش نعرف غيرها يعني هي والشطرنجة فضيلة الشيخ صحيح الشطرنجة لعبة قديمة نعم نعم الضمنة طبعا ما كنتش بلعبها خلص عمليش لعبتها الضمنة دي لكن الشطرنجة لعبها زكية جدا جيدة وأنصح بيها في الحقيقة يعني أنصح رياضة ذهنية بالضبط نعم مع عدم الاعتراف بالقطع الموجودة القطع دي كلها لعب يعني بنشوتها برجلين يعني ملايش أي قيمة نعم لده وزير ولا ده ملك ولا بتاع ده كده بس يعني ترموزه إلى شيء ما ملايش علاقة بالاعتقاد ولا رب الملك ما بيموتش والكلام اللي الناس بتصدره للناس ده فالشطرنجة جائز طبعا نعم الألعاب القائمة على الحظ ممكن تلاقي فيها كلام كتير خلاف بين الناس العلماء لكن في الحقيقة أنا مع الرأي الذي يقوله بجوازها بشروط نعم يعني جائزة بشروط بشروط أنه إحنا ما نلعبش على فلوس بنلعب بالطرفيه كده واخد بالك فانته حتى وإذا كانت ظهر أو نارد بالظهر أي حاجة أي حاجة من اللي إحنا وإنهم دول كلهم إلا إذا استحدث الناس وألعابا أخرى يعني لبقى ساعتها نحكم عليها فالحاجات اللي فيها ظهر أو فيها كذا جائز من باب الترفيه وبدون تعصب طبعا لأن موضوع التعصب ده كمان مصيبة المصائب يعني الذي يحوله الشيء من الترفيه من الحلال إلى الحرام التعصب يعني إيه التعصب يعني لما تخسر ما تزعلش هتزعل يبقى أنت كده متعصب نعم أخد بالك إزاي المنتخب بتاعك خسر ما تزعلش خلص قد الله ما شاهده على العادة لعبة في الأول للآخر يعني ليه نتعصب وليه نشتم وليه واحد ممكن يقوم يتخانق مع أخوه عشان لعبة ولا يتخانق مع حد لا إحنا نلعب بيترفع عن بعض طب فضيلة الشيخ يعني منتشر بين الناس أن لعبة الطولة يعني تدخل الفقر إلى البيوت لم أقف على شيء من دليل أو أثر يقوله ذلك نعم لكن إذا كانت من باب الترفيه المباح بدون تعصب وبدون أكل الوقت وبدون تضييع للصلاة وبدون لعب على أموال ما فيش أي مشكلة ما فيش أي مشكلة نوع كده من نوع الترفيه